هتخضينا بس يا دكتور والله لا ما نتخضيش ما نتخضيش خاضر هو طبعا احنا فيه لجميع الأوروبية لأمراض القلب كانت حطت بتقول مصطفات الإنسان الكريم تحطت معادلة لطيفة جدا من بينها الفاكئة ايه المعادلة دي 0354535 0 للتدخين 3 ماشي 3 كيلة يوميا او 30 دقيقة 4 كيام في الأسبوع 5 قطع صلطة او فاكئة يوميا ودي مهمة قوي تكون ألوان مختلفة هنقول 5 قطع صلطة او فاكئة يوميا 140 ضغط الدني يكون مضبوط 35 أرقام دخول النظام الأوروبي وصف لا للسمنة ولا للصدق ايه النظام دخول النظام الأوروبي دكتور دي كانت معادلة حطاخة للمقاية جمال الأوروبية الأمراضي انا مفتاحة دي الوعاتي نظام التدخين والمشي وأكل خمس قطع صلطة او فاكئة يوميا ألوان مختلفة الضغط الدني يكون مضبوط دهون مضبوطة وطبعا لا للسكر ولا للسمنة احنا بقى هندخل من هذا المدخل على الانتي اوكسدنس او ضد الأكسادة من ضمنها الفاكئة والصدق طيب يبقى أنت أكيد أن هي نمط حياة صحنة لما بنقول نمط الحياة الصحنة في الأكس احنا بنقول لا للملح واحنا طبعا استخدام المصريين للملح يعني ضعف الاستعمال العالمي وده مهم قبل نحط في الأتبار هو مش الملح يا دكتور بقدر ما هو المخلل يعني يعني هو أعتقد أن استخدامنا في الملح طبيعي لأنه أكيد مش هنأكل أي حاجة مثلا اتفضلي اقول لك حاجة ظريفة جدا اتفضلي يا فن احنا في الوقت الإحساس بالملح اللي احنا بتحطه في الملح والستة المصرية بتحطه لأهل بيتها ده لا يتعدى ستة أو عشرة في المية وده بنسميه بكلش الصوتة الأخطر من كده الملح اللي موجود في مواجبات الجنزة الملح اللي موجود في المطاعد الملح كمان اللي موجود في مواجبات الجهزة فاحنا بيقول خلي بدنا من ملح طبعا